شاهدين أهلا بكم مع هذه التغطية المستمرة لتطورات الأحداث في تركيا نناقش معكم عرقلة مصر صدور بيان من مجلس الأمن يدعم الحكومة التركية المنتخبة ديمقراطيا ويدين محاولة الانقلاب الفاشلة من لندن ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية الكاتب الصحفي الأستاذ وائل قنديل أستاذ وائل أرحب بك وكيف رأيت ما صدر عن الحكومة المصرية من عرقلة هذا البيان بيان مجلس الأمن لإدانة الانقلاب في تركيا يعني هذا تصرف منطقي بكل الاعتبارات والمعايير النفسية والنفعية إذا تحدثت عنها في إطار أن مصر وتركيا على طرفين عقيد هذه دولة بتحشد وتكرس كل إمكانياتها لعسكرة كل شيء حتى الهواء نفسه بيتعسكر في مصر وبين دولة بتتخلص من بقايا الملامح العسكرية أو تغيان الملامح العسكرية على مفاصل الدولة زي تركيا وبالتالي في إطار المناكفات بالضرورة مصر سوف تتخذ هذا الموقف وفي إطار المصلحة ليس من مصلحة النظام المصري الآن وأؤكد مرة أخرى أن أتحدث عن النظام المصري أو الإدارة المصرية من مصلحتها أن تكون دائما ضد أي منطوق أو ضد أي بيان بيتحدث عن حكومات منتخبة يعني هذا النظام يكره فكرة الحكومات المنتخبة هذا النظام أقيم على أنقاض الحكومات المنتخبة والنظام السياسي المنتخب وجاء بالدبابة وبالتالي من المنطق للغاية أن يعني يحشد كل إمكانياته للتصدي لهذه المحاولة الشريرة من مجلس الأمن لكي يذكر الناس بأن الأصل في الأشياء أنهم يختارون حكوماتهم وينتخبون حكوماتهم بينما هو لا يستطيع أن يعحي أو يعيش خارج هذه البيئة القاتلة لأي ملامح ديمقراطية أو أي ملامح انتقالية فكان من الطبيع أن يكون هذا رد الفعل المفاجئ حقا هو أن يتفاجأ بعض الناس من موقف مصر نعم يعني أستاذ واي القنديل من تفاجأوا؟ تفاجأوا بالنسبة لمخالفة ذلك للأعراف الدبلوماسية ولمصر الدولة العربية والإسلامية التي اعترضت وسجلت اعتراضها على بيان تبنته كل الدول ما عدم مصر يعني ما الذي يمنع الحكومة المصرية أن توافق على بيان يتحدث عن احترام الحكومة المنتخبة ديمقراطيا في تركيا؟ يعني هو بالتعبير الدارج هم نظام على رأسه بطحة ديمقراطية وبالتالي عندما كيف تطلب منه أن يوقع على بيان بيؤلي قيم الديمقراطية وبيؤلي قيم الانتخاب وبيؤلي قيم الممارسة السياسية وفقا لمقييس أو وفقا لقاموس العالم المتحدر الذي يمارس هذه السياسات بينما هو ينتمي بالكلية إلى نظم ما قبل يعني نظم ظلامية بالمعيار الديمقراطي عصور الظلام في الحكم بينتمي إلي هذا النظام المصري وبالتالي لا بد أن يستشعر الحرج عندما يوقع أو يضع توقيع وأنا لا أدري أعتقد أن مصر دولة لا تتمتع بالنظام التصويت في هذا هل هو للدول الدائمة العضوية أم للدول أستاذ وعيل هو التصويت بالنسبة للبيانات الصادرة التصويت في البيانات الصادرة كما ورد لابد أن يكون بالإجماع وبالتالي كان لابد من تصويت مصر وتوافقها مع الإجماع حتى أن الولايات المتحدة الأمريكية طلبت منها ذلك يعني أنت أمام صورة فاضحة ومعبرة عن نفسها أن العالم المتحدر كله في ناحية ومصر تقف وحيدة وهذا يؤكد أن هذا النظام خارج المعايير الدولية للديمقراطية ولحقوق الإنسان وللقيم التي يعيش عليها العالم الحر هذا النظام خارج على القانون إذا كان القانون الدولي أو إذا كانت المنظمات الأممية والهيئات الدولية وظيفته هي الحفاظ على هذه المكتسبات التي وصل إليها الإنسان بالمطلق في العصر الحديث لأنه ينتخب حكوماته لأنه لديه قواعد محاسبية لأنه لديه وسائل تداول السلطة وانتقال سلمي للسلطة هذا يبقى نظام خارج على القانون باعترافه هو شخصيا يعني إذا كانت الأسرة الدولية كلها في جانب الدفاع عن الحكومات المنتخبة ويأتي هذا النظام مناكفة أو مناوعة أو سميه ما شئت ويصر على إلغاء النص على الحكومة المنتخبة ويتحدث عن معايير فطفاضة أو كلام عائم فهو يعني يدين نفسه بنفسه ويقول أنا خارج هذا السياق أنا خارج هذه المنظومة طيب سيد وائل قنديل بالنظر إلى أن الحكومة المصرية وافقت على عضوية إسرائيل في لجنة الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي وصوتت مرة أخرى لرئاسة لجنة القانون الدولي بالأمم المتحدة لإسرائيل واعترضت على دعم حكومة منتخبة إسلامية هي حكومة تركيا كيف ترى هذا التناقض؟ يعني دعني برضو أفرق بين مصر وبين النظام المصري يعني مصر في جوهرها الحضاري والأخلاق والقيم لا يمكن أبدا أن تكون ناخب إسرائيلي النظام المصري الآن يقوم بدون ناخب الإسرائيلي يعني صوته دائما في صندوق إسرائيل سواء استخدامات سلمية سواء لجنة قانون الإرهاب في الأمم المتحدة أو هو صوته مضمون للكيان الصهيوني طوال الوقت يعني نوع من سداد الفواتير لأصحاب الفضلي في وصول هذا النظام يعني أنت لما بتيجي تشوف التطابق الكامل بين رد الفعل الرسمي المصري بإعلامه بسياسيه بحكومته وبين رد الفعل الصهيوني ليلة الإنقلاب في تركيا يعني تكاد تكون المفردات واحدة يعني الإسرائيل لم تنم ليلتها في انتظار طلوع فجر يقول لها أن رجب طيب أردوغان في زمة الماضي أو في زمة التاريخ الموقف نفسه بين أي معلق في يدعوت أحرنوت أو هارتس أو أو ستجده بنفس الألفاظ والتعبيرات الواجهة حتى عند إعلامية عبد الفتاح السيسي في فضائياته الخاصة أو في تلفزيونه الرسمي أو حتى الفضائيات الإقليمية الرعية لهذا الانقلاب ومن ثم استهداف أو هذا الصخط أو هذا الحقد من عبد الفتاح السيسي على التجربة التركية ليس فقط بوصفها تجربة إسلامية ولكن بوصفها ديمقراطية نموذج تمثل إلهاما وتمثل حالة يمكن الاختباء لدى المحيط العربي المجاور للأتراك نعم سيد واي القنديل أرجو أن تبقى معي سأنقل هذا التساول أيضا إلى ضيفي من القيرة عبر الهاتف السيد سليمان جودة الكاتب الصحفي سيد سليمان جودة هذا الكلام الذي قاله السيد واي القنديل لماذا أصرت مصر على احترام المبادئ الديمقراطية والدستورية وحكم القانون كما قال السيد واي القنديل أمور في تفاضة ورفضت احترام الحكومة المنتخبة ديمقراطيا في تركيا لماذا؟ أولا صار دبيق واسح حول موقف مصر في مجلس الأمن عن أنها عطلت قرار لمجلس الأمن وهذا كلام غير صحيح بالمرة ما حدث أن الشدر عن مجلس الأمن بيان وليس قرارا نحن نتحدثنا عن بيان وليس قرار نمر اتنين أن مصر عندما ستتكلم عن احترام المبادئ الديمقراطية والدستورية واحترام حكم القانون فهذا لمن يريد أن يكون موضوعيا في الكلام أعلى درجة من احترام الحكومة المنتخبة لأنك تتكلم عن احترام مبادئ واحترام أصول واحترام قواعد لا احترام أشخاص هذا يحسب للحكومة المصرية لا يحسب للضع الحكومة تتكلم عن احترام مبادئ دكتورية مبادئ البيان لم يصدر سيد سليمان جودة ما الخطأ في ذلك البيان لم يصدر البيان لم يصدر لكل الدول الاربعة عشر دولة سواء الدائمة العضوية أو مثل مصر كلها طالبت من مصر أن توقع على بيان فيه احترام الحكومة المنتخبة الديمقراطية في التركيا ما الذي يمنع الحكومة المصرية من دعم حكومة منتخبة ديمقراطية لماذا؟ الحكومة المصرية لا تدعم أشخاصا ولا حكومات تدعم مبادئ وأصول قواعد كحكومة وهذا يعزم أدحب به هذه مرتبة أعلى من ناحية إذا تتكلمنا عن الدعم السياسي لما يحدث في تركيا أو في غير تركيا لأنك إذا دعمت حكومة منتخبة اليوم وسقطت غداً فمن سوف تدعم غداً؟ سيد سليمون جودة دعني أختلف معك أن تتحدث أن تتحدث عن نقاط وكأن هذا اختراع إذا كانت للولايات المتحدة الأمريكية وكل الدول الكبرى الموجودة وأربعة عشر دولة هذا بيان البيان لابد من الموافقة عليه بالإجماع لماذا مصر العربية الإسلامية الكبرى لماذا ترفض دعم حكومة في دولة؟ هذه الحكومة انتخبها الشعب التركي وترفض هذا الموقف لماذا في رأيك؟ حدثة إذا كنت تتكلم عن الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأعضاء في مجلس الأمنة أو في الأمم المتحدة يعني دعموا البيان فالولايات المتحدة الأمريكية هي من صمت ثلاث ساعات كاملة في انتظار من سيفوس في الانقلاب وضد الانقلاب لتدعمه يعني هذا كان موقفا واضحا تماما يعني الأمريكان صمتوا تماما لثلاث ساعات يعني أستاذ سليمان سليمان جودة يعني نحن هنا أذر عن المقاطبة أنا هنا لست بصدد الحديث عن نوايا أنا لست بصدد الحديث عن نوايا دول ولكن بالحديث عن واقع حدث في مجلس الأمن يعني المفترض طيب أنا سأعنقلك إلى سؤال آخر إذا كانت مصر رفضت التوقيع على بيان يدعم تركيا والحكومة التركية المنتخبة فمصر أيضا وفقت سيدي يعني طلبت التوقيع على بيان يدعم ما هو أعلى من الحكومة وهو المبادئ الدستورية يعني ما هو أعلى من الحكومة التركية المنتخبة يا سيد سليمان جودة المبادئ الديمقراطية أنا سأتحدث عن نقاط التي طلبها ممثل مصر يحترام المبادئ الديمقراطية والدستورية وحكم القانون هذا السؤال يعني السيد واي القنديل يتحدث ويقول أن من يرفض دعم حكومة منتخبة دي المنقراطين في تركيا هو على رأسه بطحة هل الحكومة المصرية على رأسه بطحة وتخاف من قصة الانقلابات العسكرية هل هذا الكلام كما قال السيد واي القنديل هل هو يعني سبب هذا الرفض إطلاقا يعني مصر لم تعرف بالنسبة انقلابات العسكرية على الإطلاق كانت هناك دائما تدخل من الجيش لحماية إرادة شعبية وطنية يعني عليك أن حدث هذا في سنة 1952 وفي 2011 وفي 2013 ضد الإخوان الجيش المصري لديه عقيدة وطنية ثابتة هي أنه داعم للوطن ودعم للشعب وهو يتدخل عندما يجد أن هناك إرادة شعبية تستدعي تدخله وتستدعي حمايته طيب أنا أسألك سؤال يا أستاذ سليمان جود سؤال مواجه لك كاتب صحفي يعني ما دمت تتحدث عن الإنقلابات والأمور الديمقراطية ما حدث في تركيا كيف تصفوه هل هو انقلاب أم ماذا هو انقلاب فشل لأنه طيب خلاص اتفقنا إذا كنت أنت أنت الأستاذ سليمان جود دعم الضغان عسكريا على مدى ثلاث ساعات ثم دعمه سياسيا بالبيانة التي صدر يعني دعنا نتحدث في التفاصيل هو سؤال أنت وصفت ما حدث في تركيا بأنه انقلاب والعالم كله تحدث عن ذلك لماذا لماذا ترفض دولة عربية إسلامية دعم تركيا هذه الدولة الإسلامية وحكومتها التي انتخبها المواطن التركي أليس ذلك تدخل من الحكومة المصرية في الشأن التركي في الداخلي أنها ترفض دعم حكومة منتخبة وتفطفد الأمور أليس هذا يعتبر انحياز إلى الانقلاب العسكري الفاشل في تركيا يا سيدي أنت مصمم على أنه ما طلبت مصر تعديل سياغط في البيان ليس دعما للشعب التركي على فكرة ليست هناك مشكلة على الإطلاق بين مصر وبين الأطراق الشعب المشكلة مع الرئيس الدغاني وخصومته مع المصريين ومع إرادة المصريين فيما بعد ثورة الثلاثين والثلاثين والثلاثين واضحة وضوح الشمس ولذلك الحكومة المصرية اخترت وهذا حقها في أن تدعم المبادئ الديمقراطية التي تعمل عليها أي حكومة لأن حكومة طيب أستاذ سليمانجو أرجو أن تبقى معي أرجو أن تبقى معي إذا فقطت غدا وجاءت فيما كانها حكومة جديدة فعليها أن تعمل وفق المبادئ التي تدعمها الحكومة المصرية يعني هذا ليس قرارا يا أستاذ سليمان هذا ليس قرارا وليس دستورا وليس مواد توضع من جديد وأنما نحن أو العالم كان في هذا الوقت ومجلس الأمن بصدد واقعة تتطلب موافقة عليها وحالة حادثة تتطلب دعم مجلس الأمن للشرعية وللقانون وللمبادئ والدستورية دعني أنقل هذا الكلام إلى السيد وعي القنديل سيد وعي القنديل لأنني استمعت إلى السيد سليمان جودة ويتحدث ويقول بأنه كانت مصر تدعم مبادئ الديمقراطية والدستورية وحكم القانون هذه المبادئ الفتفاضة وأنه هو السيد سليمان جودة يقول يعني كان هناك خوف من أن يصبح الكلام دعم حكومة بعينها كيف ترى هذا الكلام؟ يعني نحن بصدد شوف يعني مع احترامي للزميل سليمان جودة بس ده كلام يعني مضحك في حقيقة الأمر وكومدي للغاية يعني فكرة الهروب من إلى المبدأ العام طيب لماذا لم تدعم مصر هذا المبدأ العام وهذه المبادئ العام ما فيه مصر في الداخل المصري نفسه يعني النظام الحالي الموجود في مصر باعترافه هو شخصيا عندما نفذ انقلابه العسكري في 30 يوليو والذي يعني أعلن رسميا في 3 يوليو قال منذ البداية أنه غير راغب في السلطة وأنه وحتى فيه يعني تصريحات لعسكريين بتقولوا إذا شفت تحد ترأى ما عرفش إيه إذا شفت إيه بإحنا بدأ انقلاب عسكري يعني هم نفسهم حط المعيار الذي يقيص به المواطن المصري إذا ما كان ذلك انقلابا عسكريا أم لا والمعيار بتطبيقه حرفيا نقول أننا بصدد انقلاب عسكري من أفواه العسكريين المصريين أنفسهم من أول عبد الفتاح السيسي إلى قائد الجيش الثاني إلى عدي من العسكريين الذين نتحدثوا في ذلك لم يعرف عن هذا النظام أنه نظام مبادئ يعني أنه يعتنق مبدأ أو يدافع عن مبدأ أو يدافع عن قيمة يعني هذا التأرجح في المواقف وهذه المواقف التي تتخذ تبعا لاتجاه الريح والثابت الوحيد المبدأ الوحيد الذي يعتنق هذا النظام هو المصلحة الإسرائيلية هو الرضاء الإسرائيلي هذا هو مبدأه الوحيد وما دون ذلك متغير حتى علاقته بدول الخليج الداعمة بدول الأرز يعني بتشهد مد وجزر وعلاقات انحصار وعلاقات فترات انحصار وفترات حماس ولكن مبدأه الثابت هو الانحياز للرؤية الإسرائيلية والعداء للمقاومة الفلسطينية دعني أكمل في هذه المسألة وبالتالي أنا لا أتخيل أبدا أنه هذا نظام معني بالديمقراطية كمبدأ لأنه قتل هذه الديمقراطية كمبدأ في داخل مصر ويساءت في قتلها كمبدأ في كل الأماكن الأخرى في سوريا وفي ليبيا وحتى في التجربة التركية وضحت الفكرة سأنقولها للسيد سليمان جودة اللي يرد عليها سيد سليمان جودة السيد وائل قنديل يتحدث ويقول يعني أن النظام المصري هو نظام جاء بناء على انقلاب عسكري وبالتالي فهو يدعم أي انقلاب عسكري ويخشى من الحكومات المنتخبة ولذلك كان اعتراضه على كلمة وجملة احترام الحكومة المنتخبة ديمقراطين في تركيا ما رأيك في هذا الكلام؟ يعني لا يجب أن يقال عن نظام الحكم الحالي بأنه نظام جاء بناء انقلاب عسكري لأن أطلب ممن يقول ذلك أن يشير لي إلى شخص واحد نزل في الشارع ضد ريطة عرفتاح السيسي وضد النظام عن عقل الذين نزلوا في شوارع عنقرة ضد الانقلابيين هناك هناك فرق بنسبة 100% بين المشهدين والحقيقة أنا منذاش أن هذا لا يكون واضحا إنما لما تكتكلم عن جيش مصري لدي عقيدة وطنية ثابتة وواضحة وراسخة في أنه حامل الشعب والإراداتي وأنه عندما تدخل في 30 يوم 2013 كان يعمل على مبادئ هي أن يحمي مبادئ ثورة 25 يناير وأن يعيدها من أيدي الإخوان إلى الشعب وأعادها بالفعل أعاد 25 يناير إلى ما تسيرها الصحيح بعد أن اختطفها الإخوان قبل ذلك يعني بعيدا عن الإخوان أو غير نحن نتحدث هذه هي مبادئ الجيش المصري سيد سليمان جودة نحن نتحدث عن المبادئ حقه وهو حر بذلك سيد سليمان جودة نحن نحدث نحن نظام في مصر يحكم بإرادة شعبية ومع الانقلاب هناك فشل لأسباب كثيرة من بينها أن الأطراق نزلوا ضده في الشارع طيب دعني أنقل لك على العكس تماما حصل هنا أن هناك المصريين نزلوا أولا ثم دعمهم الجيش ضد الإخوان يعني هناك فرق شارع سيد سليمان دعني أنقل لك بعض الناس يتسال ويقول أن ما طلبتهم مصر احترام المبادئ الديمقراطية والدستورية وحكم القانون يعني هما أربعة كلمات احترام المبادئ الديمقراطية والدستورية وحكم القانون أليس ما فعله عبد الفتاح السيسي كما قلت أن في الفين وثلاثة عشر في ثلاثين في ثلاثين يونيو وثلاثة سبعة عندما في ثلاثة سبعة تحديدا وقام بعزل رئيس منتخب ديمقراطيا وعطل القانون وعطل الحياة وفرض فترة انتقالية ثم جاء بعد ذلك وقدم نفسه ليصبح رئيسا للجمهورية أليس هذا الشكل كما ترى هل ترى هذا الشكل شكلا ديمقراطيا هو لم يصبح رئيسا للجمهورية بقرار وإنما أصبح رئيسا للجمهورية في انتخابات حطل فيها على أغلبية كاسحة رقم اثنين يعني الذي عزل والذي أوقف الدستور والذي أوقف السيد سليمان جودة يعني أنا لن أدافع عن الإخوان ولا غير الإخوان لكن أليس أنا لك أن تلتفت إلى أنه من نفس ثلاثة أيام من تلاتين يومين وعفون وثلاثة إلى ثلاثة يولو هذه الأيام الثلاثة كانت الشوري المصري مليئة بالمصريين ضد الإخوان وكانت مليئة وكانت مليئة يعني دعنا سيد سليمان دعنا نحرب من قصة الإخوان دعنا عذرا عن المقاطعة دعنا نخرج من قصة الإخوان أنت تتحدث عن رئيس منتخب أي أن كان من ينتمي له هو مصري في النهاية وأنت تتحدث عن مجلس شورى أو مجلس شعب هو مصريين يعني دعنا يعني معذرة المشاهدين يعني هذا الكلام نريد أن نوضحه سيد سليمان جودة أنت بعيدا عن المسميات محمد مرسي أو غيره كان مصريا رئيسا منتخبا ديمقراطيا وبالتالي كان هناك مجلس شعب وكانت هناك قانون وبالتالي وزير الدفاع هل من سلطة وزير الدفاع أن يخرج هذا الوزير ويقوم بعزل فلان وإلغاء الدستور وحل مجلس الشورى وتصبح هذه مبادئ ديمقراطية المصريون الذين جاءوا بمحمد مرسي هم أنفسهم الذين عزلوه وليس عفتاح التيس ولا حتى الجيش المصري يعني الجيش المصري فقط حمع إرادة المصريين ولم ينشئ إرادة من عدم يعني المصريون الذين جاءوا بمرسي في 2012 هم أنفسهم الذين عزلوه في 2013 عندما تنزل هذه الملايين ضد مرسي وهو الذي قال في حوار تلفزيون شهير له إذا اعترض علي أن يتخبون أو المصريون فسوف أترك منصبي ثم تمثك بمنصب وقال أنه دون منصبي دمي في هذه الحالة لم يكن هناك مصر أبدا أمام الجيش المصري إلا أن يتدخل لا عزل رئيس وإنما لحماية إرادة شعبية رأت أن بقاء الإخوان في الحكم أمر مستحيل نعم شكرا جزيلا السيد سليمان جودة الكاتب الصحفي شكرا على وجودك معنا أعود إلى ضيفي عبر الأقمار الصناعية من العاصمة البريطانية لندن السيد وعي القنديل يعني سيد وعي القنديل ماذا يمكن أن يفعل هذا الموقف المصري الذي خالف الأعراف الدستورية وخالف الواجبات حتى الإقليمية ومصر كدولة عربية إسلامية وتركيا الدولة الإسلامية يعني كيف يؤثر ذلك على سياسة مصر الخارجية وعلى علاقات مصر مستقبلا بدول أخرى وخصوصا دولة دية تركيا طيب دعني أولا يعني أرد على حزمة الأكاذيب التي أطلقها السيد سليمان جودة وحضرتك ما ردتش عليها بالمناسبة السيد سليمان جودة غادرنا الأستاذ سليمان جودة غادرنا ماشي هو بيقول هاتلي واحد نزل ضد عبد الفتاح السيسي عشان تقولي ده انقلاب أجيب لك 3000 واحد قتلوا في ربع العدوية وحدها وأكثر من 50 قتلوا في مسبحة الحرس الجمهوري ومن أول هلب وشعيشع والمنصة وصيارة الإصعاف ورمسيس والحبلة على الجرار كل هذه الآلاف قتلت فما بالك بالذين لم يقتلوا يعني معتقلات عبد الفتاح السيسي الآن بيبني سجونا لكي يستوعب مئة الآلاف الذين تجاوزوا مئة ألف الآن الواقفين ضد هذا الانقلاب العسكري فكيف تمر هذه المسألة نمرأة نيم حكاية أنه الجيش حمى إرادة المصريين يعني أي إرادة للمصريين وأنا كما قلت لك يعني الدبابة التي تواجه كل من يعترض والدبابة التي تجري الانتخابات والتي تنظم الانتخابات والتي تشرف على الانتخابات والتي تختار أوساء الحكومات والتي تختار تشكل مجلس الشعب يعني نحن بصدب التعريف النموذجي للنظام العسكري ما الوضع الرهم في مصر الآن هو يعني إذا جبنا أي أستاذ علوم سياسية أراد أن يدرس لطلب المبتدئين ما هو الانقلاب العسكري سيشير لهم إلى نموذج عبدالفتاح السيسي يعني هذه المسألة حسمت يمكن يرجع سليمان جودل لكلام عمرو حمزاوي الأخير وغيره وغيره نحن بصدب انقلاب عسكري فاضح وصارح أما فكرة أنه انحياز مصر كان المفترض أن تنحز إلى تركيا إلى دولة إسلامية لا يعني المسألة ليست على هذا النوع مصر تكره الديمقراطيات مصر كلما ذكرت كلمة ديمقراطية أمام النظام المصري بتستشعر الحرق وتستشعر الرعب فهي ضدك يعني تطفئ كل المصابيح التي يمكن أن تضيء كلمة ديمقراطية وبالتالي تقف ضدها العداء النظام المصري للحكومة التركية النظام أردوغان ليس فقط لأنها شكرا جزيلا على وجودك معنا تنحز لإسرائيل داما ولكن لا بتشكل المعادل الموضوعي للحرق المصري يعني النموذج المناقض لهذا الاستبداد الكائم في مصر هو موجود في الحالة المصرية شكرا لك وقت انتهى سيد والقديل شكرا لك على وجودك معنا الوقت انتهى أعتذر منك شكرا جزيلا مشاهدي الكرام هذا الجزء من النفذة انتهان وتحول لحدود السورية التركية وبالتحديد من مدينة ريحانية ولقاءات مباشرة مع اللاجئين السوريين هناك مع مرسلنا علاء الدين اليوسف اليك علاء ترجمة نانسي قنقر